هنبدأ بإيه النهاردة؟ هبدأ بشكر شكر المين؟ أوجه شكر لسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي الحقيقة وزير الشباب ورياضة على استجابته السريعة جدا استجابته السريعة لإيه؟ الحقيقة خلال الكام يوم اللي فاتوا أو خلال 3-4-5 أيام السابقة منذ أن أعلن كارلوس كيروش أو تكلم كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي عن أشياء كثيرة جدا تخص المنتخب ولكن أهم ما أو أكتر حاجة شهدت تضمر كبير وغضب من الشارع المصري ضد كارلوس كيروش الحقيقة كانت أنا مليش أي علاقة بالأمم الأفريقية أو أنا جاي عشان كسل عالم مش جاي عشان كسل الأمم الأفريقية فالحقيقة النهاردة سيادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة قعد مع كارلوس كيروش الحقيقة وقال له أن أهم حاجة عند المصريين الوصول إلى كأس العالم والفوز بكأس الأمم الأفريقية وقال له ما بينهم وما بين بعض أن كل الناس تنتظر ماذا سيحدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 9 يناير الجاري حتى إن شاء الله يوم 6 فبراير المقبل والكلام اللي اتقال زي ما حضراتكم عارفين اللجنة الثلاثية اللي كانت بدون الاتحاد كرة القدم الأستاذ أحمد مجاهد اتفقت معي على ضرورة الصعود إلى كأس العالم فقط وده موضوع مش حقيقي لأنه الكلام ده أنا علقت عليه كتير خلال اليومين 3 اللي فاتوا مش أنا الوحدي الحقيقة كل البرامج في الرياضة التي تخص الرياضة المصرية تكلموا عن هذا الأمر لأنه أمر صعب جدا أن أنت تسكت عنه ما ينفعش أن أنت تسكت عن مثل هذا التصريح إن صح هذا التصريح لأنه من الممكن جدا أن هو يولد إحباط كبير جدا اللي عابين في معسكر المنتخب ويولد إحباط أيضا لجمهير كرة القدم المصرية قبل خود منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية طب ليه أنا بشكر الدكتور أشرف صبحي الحقيقة لأنه زي ما قلت لحضرتك استجابته كانت سريعة جدا اتجاه تصريحات كارلوس كيروش بالبلدي كده يعني هو كارلوس كيروش تشد عليه تشد عليه شوية فمسيات الوزير راح وقعد معاه وقال له غلط اللي أنت قلته يا كارلوس كيروش ما ينفعش تقول مثل هذا الكلام الشرع الرياضي كله الحقيقة عنده غضب شديد وضيق شديد من الكلام اللي قاله كارلوس كيروش فما ينفعش أنت تقول مثل هذا الكلام كمان دكتور أشرف صبحي قال لكيروش إن المنتخب هدفه الأول في البطولة الفوز باللقب زي ما قلت لكم برح يعني ناس كتيرة جدا كلمتني في هذا الأمر قلت لكم برح إن النادي الأهلي دايما بالنسبة له إن أنت تاخد الدوري ده الطبيعي وده العادي فإحنا بالنسبة لنا برضو كأس الأمم الأفريقية لما بنخدها لأن المنتخب المصري هو المنتخب الأفضل عندنا منافسة كبيرة جدا جدا مع كثير من المنتخبات الكبيرة داخل القرى السمراء الجزائر سنغال بالمناسبة فريق قوي جدا 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 الفريق السنغالي فمنتخبنا الوطني قادر إن شاء الله أنه يفوز بالمناسبة أنت عندك مجموعة رائعة من اللاعبين اللي تقدر تشتغل عليهم بشكل بالطريقة اللي أنت عايز تلعب بيها بالشكل اللي أنت عايز تلعب بيه دي كانت طبعا بعض الصور من زيارة استادر الوزير الدكتور أشرف صبحي للجهاز الفني للمنتخب كالوس كيروش طبعا وكابتن واقل جمعة إن شاء الله يوم السبت المقبل هنروح لكاميرون عبر طائرة خاصة للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية ويعني في محاولات إن شاء الله أن يبقى السفر في نفس المعاد موسيقى